في صباح يوم الحد اللي فات 27 يوليو 2021 وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لعاصمة العراقية بغداد علشان يلتقي برئيس الوزراء العرائي مصطفى الكازمي والعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني اللقاء بين القادة الثلاثة يعتبر استكمالا لمباحثات إقامة تحالف اقتصادي بتسعى الدول الثلاثة لبناؤه وتفعيل اتفاقياته اللي أبرمت بينهم على مدار السنتين اللي فاته زيارة الرئيس السيسي العراق كان لها خصوصية جديدة باعتبرها أول زيارة لرئيس مصري من 30 سنة من وقت غزو العراق لكويت سنة 1990 واللي قدت لقطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر والعراق ولكن في السنوات الأخيرة العلاقات دي تحسنت جد وتحديدا بعد التوجه الاستراتيجي المصري بضرورة بناء تحالف اقتصادي وتجاري بين الدول الثلاثة واللي بدأت مصر التخطيط ليه والعمل عليه من أكتر من سنتين يعني مثلا في شهر مارس 2019 دعا الرئيس السيسي العاهل الأردني الملك عبد الله ورئيس الوزراء العراقي وقتها عادل عبد المهدي لزيارة القاهرة وتم اللقاء الثلاثي والأول من نوعه لبحث التعاون بين الدول الثلاثة وفي شهر أغسطس الفترة 2020 التقى الرئيس السيسي مع العاهل الأردني ورئيس الوزراء العراقي الحالي مصطفى الكاظيمي في عمان وكشفوا الأول مرة عن مشروع الشام الجديد وهو تحالف اقتصادي وأمي بين الدول الثلاثة بعدها بدأ مسؤول التلت دول في تبادل الزيارات للإشراف على تنفيذ الاتفاقيات الأولية علشان كده شفنا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بيزور العراق في أكتوبر اللفات 2020 بيوقع 15 اتفاقية تعاون مع الجانب العراقي في مجالات كتير هنعرفها بعد شوية وفي أوائل شهر يونيو اللي لسه خلصان ده 2021 ظهر وفد عراق القاهرة لبحث التعاون مستكمال الاتفاقيات يعني باختصار التحالف الاقتصادي ده مش وليد الأسبوع اللي فات ولكن كان بيتجهز له على مدار السنتين اللي فات عبارة عن إيه بقى التحالف الاقتصادي والتجاري ده وليه دول الثلاثة دول تحديدا قرروا يعملوا التحالف ده وكل دولة هستفيد إيه بالزبط ومين الدول اللي هتحارب التحالف ده ومين مصلحتها إنه مايتمش كل ده هندردش فيه مع بعض في حلقة النهاردة لو شايف إننا بنقدم حاجة مفيدة اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة علشان نتشوف كل حلقات أنا أشرف إبراهيم ده المخبر الاقتصادي التحالف الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والعراق والأردن نقدر نقول إنه قائم بشكل أساسي على قطاعين مهمين للدول الثلاثة هم قطاع الطاقة وقطاع البناء والتشييد القطاعين دول هم في طليعة اتفاقيات التعاون دي ببساطة أنت عندك حاجة أنا محتاجها وأنا عندي حاجة أنت محتاجة فهنعمل تبادل للمنافع والكل يستفيد في السنوات الأخيرة فضلت التنظيمات الإرهابية زي داعش وتنظيم القاعدة وغيرهم يعثوا في أرض العراق فسادا لحد ما البنية التحتية العراقية اتدمرت بالكامل وبقت في مدن كاملة محتاجة إعادة أعمار والحمد لله مؤخرا في استقرار أمن نسب في العراق بعد هزيمة التنظيمات الإرهابية دي من قبل الجيش العراقي فالبلد دخلت دلوقتي في مرحلة إعادة الأعمار اتحاد المقاولين العراقيين اللي يعتبر الشريك الرئيسي للحكومة العراقية في متابعة مشاريع إعادة الإعمار حتى توقعات للعملية دي أقدر التكاليف الإجمالية لإعادة الإعمار بحوالي 100 مليار دولار هاتصرفوا في إيه بقى؟ رقم واحد إعادة بناء جزء كبير من البنية التحتية في محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين رقم اتنين بناء حوالي 120 مجمع سكني بأكتر من 3.5 مليون وحدة سكنية في 15 محافظة عراقي رقم تلاتة إنشاء 17 محطة لتوليد الكهرباء من الغزة الطبيعية والطاقة الشمسية في 10 محافظات عراقية رقم أربعة بناء 35 مستشفى في 9 محافظات أما خمس حاجة فبناء 22 مصنع للأسمدة ورقم ستة بناء 22 مصنع للمواد الغزائية أما رقم سبعة بناء 8 مجمعات تجارية ومناطق صنعية أما رقم تمانية بناء 73 فندق ومنتجة ومطاعم عائمة على نهرأي دجلة والفراط رقم تسعة بناء 12 خط للسكك الحديدية ده بشكل أساسي كده فاحنا باختصار بنتكلم عن إعادة بناء دولة كاملة مين بقى اللي عنده القدرات المادية والبشرية والخبرة الكبيرة اللي تخليه يقدر ينفس جزء كبير من خطة إعادة الإعمار في العراق الإجابة هي مصر علشان كده طار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي العراق في شهر نوفمبر اللي فات 2020 ووقع مع رئيس الوزراء العراق الكازمي 15 اتفاقية تعاون لإعادة الإعمار من خلال عدة مشاريع في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والإسكان والنقل والاستثمار والتجارة والصناعة والزراعة ومن وقت التوقع على الاتفاقيات دي وفيه زيارات متبادلة ومستمرة بين المسؤولين الحكومين في مصر والعراق آخرهم كان في شهر يونيو اللي فات لمتابعة وتنفيذ الاتفاقيات دي وفي الوقت اللي بكلم حضرتك فيه ده فيه شركات مصرية بدأت شغل في العراق وده بحسب تصريحات المسؤولين العراقيين علي السنافي رئيس اتحاد المقاولين العراقيين بيقول ان حاليا فيه حوالي عشرين شركة مصرية شغالة في العراق بيابن جزء كبير من مخطط اعادة الاعمار مصدر حكومة عراقي تاني قال ان الشركات المصرية تتولى اعادة الاعمار وبناء مدن بالكامل فيه محافظات مينوة وصلاح الدين والانبار وسام الراء ومن غير منافسة من اي شركات تانية طب هي الشركات المصرية دي مش محتاجة مواد بناء هتجيبها منين؟ من مصر طبعا علشان كده متوقع ان صادرات مواد البناء المصرية للعراق توصل لستة مليار دولار خلال العام الحالي 2021 ودي بالمناسبة تقديرات اتحاد الصناعات المصرية طيب كل ده تأثيره ايه برضو على الاقتصاد المصري شغل الشركات المصرية في العراق وزيادة صادرات مواد البناء بدهتا كده بيترجم لايه لزيادة حصيلة الدولار اللي دخلها مصر وده مهم جدا وتأثيره عميق على الاقتصاد بشكل عام على سبيل المثال بيزود الاحتياط النقدي وبيخفف الضغط على قيمة العملة المصرية الجنيه وبالتالي بيد الحكومة المصرية قدرة اكبر على التحكم في معدل التضخم الامر التاني ان زيادة صادرات مواد البناء للعراق هيتطلب ان انتاج مواد البناء يتضاعف في مصر وده معناه ايه؟ معناه ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع مواد البناء وزيادة خطوط انتاج وبناء مصانع جديدة وده فضلا عن انه بيعني زيادة في الايرادات العامة من خلال زيادة حصيلة الدرائب والرسوم فهو حيتطلب تشغيل الاف العمال وبالتالي تقليل نسب البطالة وبمناسبة تشغيل العمال وتقليل نسب البطالة فشغل الشركات المصرية في العراق حيفتح الباب امام العملة المصرية المهرة للعمل في العراق من جديد وده حيستوعب جزء كبير من العملة المصرية اللي رجعت من الخليج بسبب تأثير بايروس كورونا علشان كده اتحاد الغرف التجارية المصرية قال في شهر نوفمبر اللي فات ان مشروعات اعادة الاعمار في العراق هتوفر فرص عمل لأكتر من 2 مليون عامل مصري طيب برضو تشغيل عمالة مصرية في الخارج تأثيره ايه؟ زيادة تحويلات المصريين بالخارج وبالتالي زيادة اكبر في حصيلة الدولار اللي دخل مصر اما بقى بالنسبة لقطاع الطاقة اللي اعتبر ركيزة اساسية في التحالف الاقتصادي بين الدول الثلاثة فمعروف ان الاردن والعراق عندهم نقص كبير في الكهرباء والموضوع بيتحول لازمة في فصل الصيف بالنسبة للاردن قدرت تحل جزء كبير من المشكلة بعد اتمام خط ربط كهربائي مع مصر وبالتالي وصول الكهرباء المصرية لجميع الاراضي الاردنية ثانية واحدة بس نفع هي مصر بتصدر كهرباء؟ ايوه في السنوات الاخيرة تم دخل استثمارات ضخمة في مجال الطاقة الكهربائية قدت لزيادة الانتاج المصري من الكهرباء وده مش بس غطى الاستهلاك المحلي ولكن اصبح فيه وفرة كمان فاقد الانتاج المصري من الطاقة الكهربائية تخطى 35 ألف ميجاوات بحسب تصريح وزير الكهرباء المصري محمد شاكر فاقد الطاقة الكهربائية ده مصري بتصدر جزء منه لبعض الدول العربية المجاورة وبعد الاتفاقيات اللي تمت بين مصر والعراق فهيتم مبد خطوط الربط الكهربائي للعراق عبر الأردن وزير الكهرباء المصري قال من يومين تقريبا ان مزارة الكهرباء المصرية بالتنسيق مع الحكومة الأردنية بتقوم دلوقتي بإجراء الدراسات اللازمة لزيادة ساعة خطوط الربط بين الدولتين من 500 ميجاوات ل2000 ميجاوات تمهيدا لنقل الكهرباء للعراق تنفيذ المشروع ده هيستغرق حوالي سنة ونص وبالتالي فمتوقع ان الكهرباء المصرية تدخل العراق بعد سنتين ولا حاجة من دلوقتي وبكده العراق هتقدر تحل مشكلة نقص الكهرباء اللي عندها طيب هو قطاع الطاقة اللي قلنا انه احد ركائز التحالف الاقتصادي بين مصر والعراق والأردن هيقف عند الكهرباء بس؟ لا لسه في النفط مصر تعتبر من الدول المستوردة للنفط وده بند بيرهق خزانة الدولة المصرية وبيزود من عجز الميزان التجاري لان حجمه مش قلي بيمثل تقريبا 10% من اجمال حجم الوردات يعني ممكن سنة يطلع وسنة ينسل في سنة 2019 مثلا مصر استوردت نفط خام ومنتجات بترولية بقيمة 9.4 مليار دولار والسنة اللي فاتت 2020 استوردت ب6.3 مليار دولار من دم للاتفاقيات اللي تمت بين مصر والعراق ان مصر هتحصل على النفط العراقي باسعار مخفضة مقابل ان في شركات مصرية هتشتغل على مشروعات في قطاع البترول العراقي علشان كده الدول الثلاثة اتفقت على مد خط أنابيب من البصرة لمصر عبر الأردن النفط الخام العراقي هيقطع مسافة حوالي 1700 كيلو من قبار الانتاج في البصرة لحد ما يوصل للأردن ثم مصر عبر ميناء العقبة النفط العراقي اللي هيوصل لمصر باسعار مخفضة ده هيقلل من فاتورة استراد النفط في مصر اللي ترى واحد في آخر سنتين بين 6 و 10 مليار دولار تقريبا زي ما قلنا الفاتورة دي هتنخفض وبالتالي ده هيساعد في تقليل عجز الميزان التجاري وبالتالي دعم احتياطيات النقد الأجنبي والموضوع هيتخطى مجرد تلبيط الاستهلاك المحل المصري من المنتجات البترولية لتكرير النفط العراقي في المصاف المصرية واعادة تصديره للأسواق الخارجية وده ممكن ينطبق برضه على الغاز الطبيعي وإسالته في محطات الإسالة المصرية في قيد كودومياط واعادة تصديره للخارج وده بالمناسبة لمصر بتاسع عليه انها هتكون مركز أقليم للطاقة مش عايزة طول قوي على حضراتكم النقطة الأخيرة ان التحالف الاقتصادي بين مصر والعراق والأردن أكيد طريقه مش مفروش بالورود فيه تحديات كتيرة جد أبرزها جاي من إيران اللي تعتبر أكتر دولة متضررة من دخول مصر للعراق لأنه بيهد نفوذها هناك ومؤكد أنها مش هتتخلى أو تتراجع بسهولة عن حليف مهم لها زي العراق يعني بعد ساعات من مغادرة الرئيس السيس للأراضة العراقية تعرضت محطة كهرباء في مدينة سامراء شمال العراق لهجوم بالصاريخ وأصابع الاتهام كلها راحت ناحية الميليشيات المدعومة من إيران ده قبل ما تعلن داعش مسؤوليتها عن العملية وقبل يوم واحد من وصول الرئيس السيسي للعراق نفس الميليشيات دي نظامت عرض ضخم في شارع بغداد يعني غالباً بيوصلوا رسالة أن إيران لها اليد العليا هنا ولكن في رأيي أن جهود الإيرانية لإفشال التحالف بين العراق ومصر والأردن مش هتنجح وده لأكتر من سبب أبرزهم أن فيه إرادة سياسية حقيقية بين الدول الثلاثة للمضي قدماً في تنفيذ الاتفاعيات دي الرئيس السيسي والملك عبد الله ورئيس الوزراء العراقي سواء السابق عادل عبد المهدي أو الحالي مصطفى الكاظيمي بزلوا جهود لإنجاح التحالف ده والمصالح المشتركة والمتكاملة بين الدول الثلاثة هتتغلب على أي صعوبات السبب الثاني أن الدول الثلاثة متجورين تقريباً والثلاثة مع بعض بيمتلكوا موارد طبيعية وبشرية ضخمة وفيه احتياج لتبادل الموارد بينهم وبالتالي فرصة عظيمة لتحقيق التكامل الاقتصادي ولو في بعض القطاعات السبب الثالث أن التحالف الاقتصادي والتجاري بين الدول الثلاثة مرحب به من قبل الدول الغربية على رأسهم الولايات المتحدة بالإضافة للدول العربية وده لأسباب معينة مفيش مجال الزكراها دلوقتي في النهاية أتمنى نجاح حكومات الدول العربية في تحقيق التكامل الاقتصادي بينها وبين بعضها وبالتالي إنعكاس ده في ارتفاع مستوى معيشة جميع الشعوب العربية بالنهاية بس عايز أقول أن الحلقة برعاية شركة إيفاست اللي بتقدم حسابات تدول إسلامية بقروض خاصة تقدر توصل لأكتر من 500 أصل من الأصول المالية تتدول على 320 سهم عالمي باستخدام الرافع المالية لمضاعفة الأرباح سجل بسهولة من الرابط في وصف الفيديو أو في تعليقات الفيسبوك وعبل مختم فيه سؤال لحضراتكم في رأيك هل التحالف العربي بين مصر والأردن والعراق ممكن يضم دول عربية تانية في المستقبل هتابع كل إجاباتكم في التعليقات لو استفدت حاجة من الحلقة أتمنى تدعمنا بلايك وشير للفيديو وأهم حاجة تعمل تشتراك في القناة علشان نشوف حلقاتنا اللي فاتت وحلقاتنا اللي جاي سلام اشتركوا في القناة